اشتركوا في القناة بس اعاوز افهم ما انا یه ايه ، لما اشوف عملية زي كدا ففي واحد مش عارف يعمل اي الاول ابس 되고 oso Why writing was the first or the first or the first ولا الاسم ولا اعملها ولا هو عاوز خطوات يعني أسهل الاiąichن هنعملها بالقيل بس انك خطوات اول ما ابدأ بايه، المصر بيقول ابدأ بالاقواس من الداخل الخارج يعني لو كان عندي اقواس كدا واقواس جوه اخلص اقواس جوه الاول يعني اجمع ده الاول اخلص العامة للجوم طيب هنا مصر في المسألة دي مفيش اقواس طيب خلاص مفيش اقواس طيب تاني حاجة هعملها ايه اركضة اركضة تاني حاجة هعملها ايه الاسس اه في اسس ايه منجع قبيل حاجة تانية يبقى اول حاجة اقواس مفيش اتنين الاسس اخلص الاسس بتاعت المسألة كلها الاسس بتقرص كلها مفيش الادة بس خلاص يتحسب تمانية بالقالة والباقي ينزل ما اعملش خطوتين في خطوة دي اخطر حاجة انك تعمل خطوتين في خطوة السؤال بقى التاني الناس السوري يعني مليسة هل حاجة مع الاول ولا اضرب الاول اللي قال مصر قال له الضرب والاسم الاول اللي اتنين في قوت بعض الضرب والاسم مفيش حاجة فيها اهم بالتانية بس من الميل للشمال قمان الجامعة طرح ده في الاخر بالآلة اذا اياك تبص على الجامعة لا الضرب والاسم الاول يبقى خطواتي بدأ تفهم اقواس من جوه البرا مفيش اقواس في المسألة دي يا مصر اتنين اسس اكون حافظ الخطوات زي اسم حسن معانك قبل ما اشتغل يبقى نمرة واحد الاقواس مفيش اقواس اتنين الاسس فيه اسس خلصتها تلاتة فيه الضرب والاسم اللي قابلني فيهم الاول اخلصوا يا الضرب يا الاسم قابلني ايه الاول الضرب لو الجامع قابلك ميت مرة ملكش دعوة بيه هو ولا الطرح الضرب والاسم هم الاقوى اخلص الضرب والاسم الاول اه فيه ضرب قابلنا هم اذا التمنية تتفضل تنزل والزائد ينزل ما نجعه بيه اضرب دول الاول اربعة في تمانية باتنين وتلاتين خلصت يا مصر الاقواس ما كانش فيه الاقواس ما كانش فيه من داخل الخارج ما كانش فيه اتنين الاسس خلصت الاسس بعد كده قابلني ضرب او اسم قابلني ضرب خلصته بعد كده جمعه وترحب الالة طلعت 40 سيادتك اياك تسلم وراتك وتقول لي خلصت لا امسك الالة وتقوم حاسب ده تأكد بالالة اكتبع الالة 2 قس 3 زيادة 4 في 8 الالة طلعت 30 يبقى انا حل صح كويس في مثال بسيط زي ده حابدى احفظ الخطوات يبقى نبرة واحد هنوعن نسمع خمس خطوات واحد لو فيه اقواس كبير وصغير اخلص الصغار الاول زي ما هنشوف طيب لو ما فيش اقواس خش على اللي بعده اللي هو الاسس افرض ما فيش اسس خش على اللي بعده اللي هو الضرب والاسمة اللي قابلك في المين الاول خلصه اياك هي نقطة ضعفك دي بتاعت المتسرعين اشتر ناس بتقع فيها لان متسرع عاوز يخلص بسرعة لا خطواتي نونو نونو واحد اقواس من الداخل الخارج افرض فيه اخلصها من جوه البرة زي ما هشوف طيب افرض ما فيش خلص خش على الخطوة اللي بعدها اللي هي الاسس خلصت الاسس بالقالة الاسس كلها يعني لو مسألة فيها كذا اسس يعني لو كان هناك كمان زائد اتنين قصة خمسة كنت خلصت ده وخلصت ده في نفس الوقت الاسس بتخلص مع بعض الاقواس من الداخل الخارج مع بعض الاسس مع بعض بعد كده دخلت في الضرب والاسمة من المين الشبال اللي قابلني في المينة خلصوا الضرب خلصوا او الاسم خلصوا اللي قابلني فيهم الاول يا ضرب يا اسم ولا جامع وترح لا جامع وترح هتا الخطوة اللي بعدهم يبقى الضرب واسم خلصتها بعد كده لو جامع وترح كل جامع وترح بالقالة ما بخلصت حتا حتا الجامع وترح كله بالقالة زي ما هنشوفه اخطر خطوة اتأكد بالقالة حرج على ايدي تاني بس بتاع نشوف مثالي اول مثال احسب قيمة ما يأتي هو عاوز خطوات أظر هتا سمع كده الخطوات وهنشوفه عالى واحد الأقواص من الداخل الخارج الأقواص من الداخل الخارج اثنين طرحا جوه بقى الناتج 1 مثال خلص الأقواص اللي جوه فضل الأكواس اللي برا هخلص الأكواس اللي برا والأسما الشمعية مش عامل أسما الوقت خلص أهو مش هستعجل أربعة وواحد خمسة كده نخلص الأكواس من الداخل للخارج معادش فيه أكواس عندي اتنين ايه الأسس فيه أسس اتنين أسس ثلاثة بتمانية الخمسة تنزل خلصت الأكواس والأسس ضربه والإسمة معادش فيه خلصت معادش فيه ضربه وإسمة جمعه وترحب بالقال أخطر خطوة ايه أتأكد بالقال أوم كاتب ده على الآلة اتنين أسس ثلاثة زيق ده فتح قصة أكتب ده حيطل على تراتاش بأنا حل الصح خطواتها عملنا ايه تاني أول ما شوف مسألة فيه واحد حيطمع يقول أما خلص دي بالمرة بالقالة لا 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 كل حاجة لها هضرها خطواتها احفظ خطوات واحد لو شفت أقواص أخلص اللي جوه الأقواص اللي جوه ما تستعجلش يا مشكلتك كأنك عاوز تعمل خطوطين في خطوة وده حيوقعك خطوات المصر قال اللي واحد الأقواص اللي جوه الأول والباقي كله ينزل طب و بعد كده الأقواص اللي بره لما خلصت اللي جوه بقى فيه أقواص بره خلصتها يعني إيه خلصتها خلصت اللي جواها أجمع وطرح يعني أربعة زيق ده واحد خمسة خلصت الأقواص بعد كده الأسس اتنين أسس ثلاثة بتمانية والخمسة تنزل بقى جمع وطرح بالآلة أو أتأكد بالآلة تعال نشوفوا المثال اللي جاي ها أنا سامع الناس المحترم آه مصر فيه أقواص بوه يبقى كل بص ده ينزل وده ينزل اللي غتلق بخلص الأقواص دي الصغيرة دي يبقى القص ده ينزل له اللي أربعة ونقص خمسة نقصت هنخلص الأقواص بس لو أنا سمعت الخطوات أقواص خلصتها من الداخل الخارج اتنين أسس ما فيش أسس ثلاثة ضربوا إسمة ما فيش ضربوا إسمة أربعة جمع وطرح بالآلة إيه الآلة طلعت لصفر وأتأكد بالآلة فعلاً الآلة حتطلع لصفر حلوي أتأكد كمان نشوفوا سال ها يلا أنا سامع الناس المحترم أول حاجة الأقواص من الداخل الخارج بصباب أنت ممكن تجيلي الحصة الجاية أستاذ فيها لأنك سمعت كلاني وممكن تجيلي زعلان مصر بتقف معها أولاً عمرك ما حتطل حاجة غلط لأن في خطوات ما تأكد بالآلة هي المشكلة التي حتقول لها مصر أما بعملها بإيه دي واجه عملها بالآلة بتطلع مش مظبوطة زيها يبقى أنت صرعت عشان كده بقولك بتأكد بالآلة لو أنت مشيت واحدة واحدة زي الخطوات اللي مصر قيلها عمرك ما تغلط شوف أول خطوة يسمع معي كده الأقواص من داخل خارج فين الأقواص اللي في الداخل ليك دعوة بدا ليك دعوة بالقوص اللي جوه ده بس إذاً ده ينزل أهو بص حينزل معي والزائد ينزل والقوص ينزل والخمسة تنزل والزائد اتنين ينزل لغاية لن بخلص ده اللي بينهم ده معنى فيه صح القوص ده معنى فيه أخلص ده تمانية على الأربعة أنا طلعت لي اتنين مصر كده خلصت الأقواص اللي جوه أشوف بقى اللي بره اللي هو الكبير كلمة أخلصها يعني خلص اللي جواها اللي جواها ده عملية العملية اللي جواها ده بعتبارها كأنها بسألة بخلص من الأول الضرب طبعاً الأسس مفيش الجامعة والطرح قوعة الجامعة والطرح ده رتبته متأخرة شوية لسه الضرب والإسم قابلني ضرب يبقى الخمسة تنزل لغاية لما خلص الدرب ده اتنين في اتنين بأربعة لسه قص مخلص يبقى اللي بخلص الجواه قص معناه اللي بخلص الجواه في التتابع اللي احنا عملناه أخلص الأسس مفيش الضرب والإسم خلصته وبعدين الجامعة والطرح خمسة واربعة تسعة بقى جامعه طرح بالآلة النتجة 12 واتأكد بالآلة واقعد عيد وزيد فيه تعال نشوف مثال كمان مصر أقواص فيه اللي تنزل كلمة أقواص يعني أخلص اللي جواه الأقواص اللي جواه الأقواص ده عملية ده فيه أسس أخلص الأسس خمسة وستتين بخمسة وعشرين زائد الواحد ناقص أربعة وستتين بستاشر بخلص الأسس مرة واحدة ناقص الواحد بالآلة طبعا حتة حتة مش أخلصها كلها حتة حتة خمسة وستتين بخمسة وعشرين زائد الواحد أربعة وستتين بستاشر ناقص الواحد لسها الاقواس الصغر مخلصتش اتنين ماشي معي او القوس ماشي معي خمسة وعشرين زيucker الواحد 100 مخلص الاقواسو لجوا ناقص 16owo ناقص الواحد يعني خمستاشر لسه بقى الاقواص الصغرها coc الكبيرة تخلص اللي جوا القوس الكبير يعنى خلص اللي جوا التنين الي بينهم ده معنى ايه ايه انا سمع الناس المحترب試 بيتقول اه يعنى معنى ايه فيه شاطر اتنين فيه خلصنا اللي جوه القوس طلع القلة طلعت ل11 اتنين في 11 لناتك بيكون 22 وانت عندك قبشا رهيب اسمه التأكد بالقلة امسك القلة وما عمل ده كله فعلا طلعت مزبطة وانا حل صح جميل نحن نشوف الناس المحتلة ما حابت الموضوع بس تمشي واحدة واحدة يلو نسمع قال لي اوجد العمليات اول حاجة هعمل لي ايه الاقواس فيه لا احسن خش على الخطوة اللي بعدها الاسس اه فيه اسس يبقى ده ينزل ما تطمعشي وتخش على الخطوة التالتة قبل التانية الاسس فيه اسس يبقى ده ينزل ينزل ما تضربش ما تقولش ما انا عملتها وطلعت هتغلص في اللي بعدها او اللي بعدها اسمع الكلام خطواتك واحدة واحدة اقواس ما فيش خش على الاسس فيه اسس خلصتها ثلاثة اوستين بتسعة بعد كده سمع ايوة مرفع عليك انا سمع الخطوة التالتة ضربه اسمه من اليمين للشمال قبلك ايه الاول ضرب خلصت ضرب اربعة بسبعة بتمانية وعشرين نزل نقص التسعة قلت طلعت للتسعة عشر يبقى التسعة عشر بالقلل حسبة تأكد مزبوط تعانيش يقولني بعدها اول حاجة يلا نسمع ها اول حاجة خلاص بنكرر الكلام اول حاجة اقواس ما فيش اتنين اسس ما فيش تلاتة امشي بايد من اللي مين كده بصبع كده اللي قابلني ضربه او اسمه الاولى خلصه قابلني جامعة طالح التوز ما يهمنيش ده ما يهمش الوقتي قابلني ضربه واسمه قابلنا هو ضرب يبقى الستة تنزل والنقص ينزل اتنين في تلاتة بستة اتنين في تلاتة بستة زائد الخمسة خلصت يا مصر الضرب ما عادش فيه ضربه والاسمه تاني بعد كده جامعه طرحه كله بالقالة بالقالة طلعت للخمسة تأكد بالقالة بعد كده انه تكفي على انطلع خمسة طب لو قابلني ضرب مرتين او اسمه مرتين مش كلهم مرة واحدة لا اللي يقابلني في اليمين الاول خلصه والبقى ينزل وحيقابلني بعد كده حنشوف وينزل لغات لما خلصه يبقى كله جامعه طرحه آلة وبعد كده نتأكد بالآلة وتعال نشوف المثال اللي بعد يلا نسمى واحد الاقواس برافو الاقواس ما فيش اتنين الاسس فيه يبقى ده ينزل وينزل وينزل لغات لما خلص الاسس اتنين في ستة نقص لغات لما خلص الاسس ده اتنين اتنين بكام اربعة على الاتنين في ضربه اسمه صح مش مش هعمله بلاتنين مع بعض ما ينفعش حمش واحدة واحدة حمش بايدي هابلني الاول في اليمين اتضرب ايه خلص الدرب الاول تنفي ستة بكام باتناشر والبقى ينزل اياك ثم اياك في الضرب والاسمه تطمع في خطوة تنفي خطوة اياك ده خطوة وده خطوة اهو خلص ده البقى ينزل يعني نقص اربعة على الاتنين عملت الخطوة دي امشوا اسبوعك تاني قابلني ضربة او اسمه لا تنظف الطرح ما يهمينش قابلني اسمه يا مستر يبقى الاتناشر تنزل والنقص ينزل اربعة على الاتنين فهكام اتنين بقت كلها جمعوا طرح بالقلل حسبة اتنين نقص اتناشر نقص الاتنين عشرة ويتأكد بالقلل هه احسن واحد اقواس في اقواس اهو وهو الاقواس الصغيرة تخلص مع بعض في نفس الوقت يبقى هنا سبعة نقص الاربعة ثلاثة والبقى ينزل اهو الاقواس الصغيرة مع بعض والاسس مع بعض بيخلصوا مع بعض في نفس الخطوة يبقى الاقواس صغيرة مع بعض والاسس مع بعض خمسة نقص ثلاثة اتنين كده خلصت اقواس الصغيرة بعد كده قابلني بص قابلني ضربه اسمه لا اللي في اليمين الاول يخلص يا بابا اهو اللي في اليمين قابلني ايه ضرب يبقى تاتة في اتنين بكام ستة والباقي ينزل وبعد كده ستة على اتنين بيساوي تلاتة وتأكد بالآلة حلوين تعال نشوف المثال اللي جاي مشي واحد قابلنا اقواس ا كلمة قابلنا اقواس يعني هخلص لجوه القوس هعتبر لجوه قوس مسألة والباقي ماشي معي يعني السبعة وهخلص اللي جوه القوس ده يعني ايه خلصه كأنها مسألة لوحدها اخلص الاول اول حاجة ايه الاسس اه فيه خلص الاسس ستة على ستنين بستة وتلاتين والباقي ينزل مش هعمل اي طمع بص الحل ده حل ده طالب اخطأ اللي انا هعمله ده والحل اللي انا هعمله ده صح تعال نشوف الصح الاول بعدين نشوف اللي اخطأ هيعمل ايه اللي سمع كلامي اول حاجة هخلص القوس من الداخل للخارج القوس اللي جوه هخلص الجوه الستة على ستنين بستة وتلاتين والباقي ينزل السبعة تنزل لسه الاقص ما خلصتش جوه القوس قابلني ايه الاول اه الاسم الاول من الاقوى الضرب والاسم اللي تنزل بعض اللي قابلني اللي يمين اخلصه ستة وتلاتين على الاتنين قالت اطلعت تمنتاشر والباقي ينزل فيه تلاتة لسه الاقص ما خلصتش السبعة تنزل القوس ده معنا ايه زي ما اتفقنا فيه تمام حقوم ضرب ده بالآلة الحسبة 18 في 3 54 خلص في ضربه خلص القوس بقى في ضرب الآلة حسبة طلعت لي 378 تمام اتأكدت بالآلة بسجة الآلة عملتها طلعت 378 تعال لهن الأخطأ بقى ده يأسور يعني البرام اللي عاوز يعمل الخطوم في خطو قال لي يا مستر أنا حخلص الأقواس زي ما انت عملت هون 6 أو 6 2 يعني 36 بص البورام بقى بقول له على 2 فتاة قال لي يعني على 6 هو بقى دماء وطبعا انت غلط 2 فتاة ب6 يا مستر خلص الضربة قبل الاسم خلص اللي في الشمال قبل اليمين ده هو ده قال لي يبقى 7 فيه 6 أو 36 على الستة فيها الستة وبعدين 6 في 7 بـ 42 طب انت لما تيجي تحسب بالقلة ده مش هتلاحك ده أنا غلطة أنا غلطة فيه لأ انك ما سمعتش الكلام عملت خطوم في خطوة لا يا حبيبي اللي لقابيني الاول ايه الاسم ولا الضرب الاسم أبقى يخلص الاول اهو خلص وبعد كده اضرب وبعد كده اضرب بالقلة حسب طبعا بالقلة جميل تعال نشوف يلا سمع واحد اقواص من داخل خارج مفيش ده ما معتبروش قوس اللي حوالين الاسس ده اتنين اسس اه في اسس اه اهم يلا اتناشر فيه اتنين اسس اتنين بكام اربعة الاسس بتخلص مرة واحدة اتنين مع بعض اعلى اربعة وعشرين زائد تاتة اسس اتنين بتسعة خلصنا الاسس كلها اتنين فيه ضرب وفيه اسمه من اليمين للشمال امسر مش هوا على الوعد تاني من اليمين للشمال اهم اليمين قابلني ضرب اتناشر في اربعة الالة طلعت لثمانية واربعين والباقي ينزل الباقي ينزل مش هطمعه بعد جده قابلني اسمه ثمانية واربعين على الاربعة وعشرين بالالة طبعا اتنين زائد التسعة وبعد نجمع تنين وتسعة الناتج هيكون حداشر واتأكد بالالة الحاسبة الناس المحترمة هتيجي زي كل مرة كل الناس المحترمة هتيجي تقول لمسة ده كميلة وحلوة لو سمعت كلامي خطواتي واحد اقواس من الداخل الخارج فيه بص هماشت 18 معايا والعلى معايا والاقواس من اللجوة ده تسعة من ثلاثة تسعة من ستة تلاتة الاقواس الصغيرة مع بعض فيه وخلص ده كمان واحد واثنين كام تلاتة كده خلصت الاقواس الصغيرة مع بعض طب وبعد كده مستر خلصت الاقواس الاسس فيه اسس لا خش على بعده الدربه اسمه لمين الشمال اللي قابلك هي نحية اللي مين الاول الاسمه يخلص مالكش دعا بالضرب قابلني الاول نحية اللي مين الاسمه تخلص هي الاول طب اشعة التلاتة فيها الستة والباقي ينزل وبعد كده ستة في التلاتة الناتك هيكون 18 لأن بص يعني انا بص حاخد لك ده على جميع عشان بس نمس باعش الكلام 18 على ثلاثة في ثلاثة بص الباشر اللي ممكن يخطأ ده هيممكن يعمل ايه وطبعا احنا ظهرنا هو الالة الحسبة انا هتأكد بالالة واحد قال لي 18 على ثلاثة في ثلاثة يعني مصر 18 على التسعة بخلص اللي في الشمال الاول اللي فاندي قالتك هتطلع على اتنين يا فاندي غلط يا بابا الناتك اصلا الالة بطلع علي 18 ده انا بقسم الاول 18 على الثلاثة الالة طلعت لي 6 وبعد 6 فتتب 18 والالة اللي هتسبت الكلام ده صح او لا اذا بتأكد بالالة تعالي نشوف المسال اللي جاي بصوا المقام هعمل خطوة فوق خطوة تحت خطوة فوق خطوة تحت يلا خطوة فوق خمسة قسة اتنين اول حاجة اقواس مفيش اتنين قسس فيه خمسة قسة اتنين بخمسة وعشرين والباقي ينزل مش هطمع خطوة فوق خطوة تحت طب انا عملت الخطوة اللي فوق خلاص طب الخطوة اللي تحت اقواس فيه تحت اقواس طمام والباقي ينزل عملت خطوة فوق وخطوة تحت ارجعتني فوق خطوة فوق خلصت اقواس اسس ضرب اسم اللي اشين مل قبلني ضربة بس هنا ده ما قبلني ش قبلني طرح التوزف الطرح ما يهمينيش انا الزل ده ما اللي يهمينيش الطرح خمسة في اتنين بعشرة عملت خطوة فوق مش كل خلص المسألة كلها فوق لأ خطوة فوق خطوة تحت علشان ما تزاقش خطوة فوق خطوة تحت هنا خلصت اول حاجة الاقواس الاسس بعد جدا دربوا اسمه قبلني اسمه 18 على الستة فها الثلاثة خطوة فوق 25 نقص العشرة قلت طلعت لي 15 وتحت خلص خلص ثلاثة احسبها بالقالة حسب القالة طلعت لي 5 وطبعا انت عارف ازاي تأكد او محطتها كلها على الالة الالة حتطلع للخمسة خطوة فوق خطوة تحت كمان واحدة شبه دي جميل يلا شاطر اول حاجة اقواس مفيش اسس فيه 3 قس 2 9 والبقى ينزل مش حطمع مش حطمع خطوة فوق خطوة تحت قبلني اقواس اهي تخلص يبقى الضرب والاسمه ما يهمنيش دي الوقت ولا الاسس قبلنا اقواس زائد الجوال قصد ايه 3 زائد 1 كام 4 قس كام 2 خطوة فوق خلصنا الاقواس مافيش القس خلاص ضربوا اسمه قبلني ضرب 6 بتسعة بالقالة حسب 54 على الثلاثة خلص اللي فوق خلصت خطوة اللي تحت فيه اسس يبقى ما تجيش جنب الضرب دلوقتي 4 والستين بالستاشر خطوة فوق ما عاشتش عندها لا اسمه بالقالة الحسب قالت اطلعت 18 تحت اخلص الدرب والاسمه اللي مين الشمال 2 والبقى ينزل 16 بقى جمع وطرح اللي فوق خلص خلاص واللي تحت 16 18 انتك هيكون واحد خطوة فوق خطوة تحت كأن دي مسألة ودي مسألة وهي فعلا مسألة ومسألة اول حاجة الاقواس مافيش الاسس خلصنا الاسس خلصنا اللي فوق خطوة تحت اقواس فيه 3 أستاذ زائد 1 أربعة أستاذ اتنين ارجع فوق أنا عملت خلاص الاسس بعد كده ضربه اسمه خلصت ضرب تحت خلصت الاقواس الاسس خلصت الاسس فوق بقت اسمه تحت خطوة بالقالة حسبة طرح ضرب وبعدين جمع جمعنا وخلصنا جميل بقت 18 على 18 انتك بيكون كام واحد تعال نشوفوا المثال وطبعا بتأكد بالقالة قبل المثال ده تعال نشوفوا المثال الجميل بيقول لي إذا كان السين بيساودة والصاد بيساودة أوجد قيمة صاد على سين أسس سالب 3 برافو جميل 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 السؤال نمسك السين مسألة والصاد مسألة نخلصهم مع بعض يعني نعمل دي الواحدة و دي الواحدة السين أول حاجة أقواس مفيش أسس مفيش ضربوا اسمه امشي بإيدك بصبعك من يميل الشمال من يميل الشمال بصبعك من يميل الشمال من يمين قابلني طرح طوز قابلني ضرب و اسمه من اللي في اليمين الأول الضرب يبقى الثامنتاشر تنزل والناقص ينزل مما تعملش مع الطرح والجمع اللي بالقالة الضرب الأول والاسمه ضرب قابلني 4 في 2 8 والبقى ينزل على 2 زائد الواحد إياك تعمل خطوطين في خطوة الضرب والاسمه كل واحد في خطوة من الأقوى اللي يقابلك نحية اليمين أخلصه صباعي نحية اليمين قابلني طرح مهمين قابلني اسمه يبقى الثامنتاشر تنزل والناقص ينزل و اسم 8 على الاتنين فها الاربعة والبقى ينزل ده كله بقى جمع و طرح بالقالة الحسبة الآلة بتاعت تطلعت لخمستاشر ركتب خمستاشر وبالوز النتيج ده اللي هي منها شباب السين تعالوا نشوفه في الصاد الصاد او الحكة هخلص الأسس فيه أسس الأقواص طبعا مفيش أقواص الأسس اه فيه أسس يبقى الثمانية تنزل ومش حتمع في الضرب أبدا 9 على الاتنين 9 على الاتنين ناقص بالقالة الحسبة 4 على الاتنين بـ 16 زائد 11 الصاد خلصت الأسس الضرب والاسمه فيه ضرب اه فيه ضرب يبقى الثمانية تنزل 9 على الاتنين 27 والبقى ينزل الصاد اه اذا ده بقى كله جمع و طرح بالقالة الحسبة قالت طلعت لـ 30 بالقالة وتأكدت طبعا بالقالة طب بعد ما جبت السين والصاد البقى تعويض غش هو عايز قيمة صاد على سين أس سالب 3 اه حشل الصاد وحط قيمتها 30 على سين اللي هي 15 أس سالب 3 برافو عليك هي تعملها بالقالة يا إما تقلب زي ما تتعارف وتقول لوقات الوحدة 15 على 30 أس 3 الالة طلعت لـ 8 سؤال جميل خلصت السين لوحدها خطواتي خلصت الصاد لوحدها خطواتي وتأكدت بالقالة وبعدين عوّط وقلبت وغيرت إشارة الأس وحسبتها بالقالة بص بقى الهدية اللي جاية دي ده اختر الاختر قولا واحدا ولا خطوات ولا حاجة كله بالقالة تاني لو شفت السؤال دي أكمل أو اختر اوجع دماغك ليه وتعمل خطواتك ليه بالقالة فورا يبقى حمسك القالة ويقول لي اختر اللي جاية صح أو معامل ده بالقالة الآن طلعت لخمسة خلاص شكرا هختارها الخمسة بالقالة بيقول لي اي جمل اللي الرياضية التالية صحيحة مين في دول صحيحة يا طالع ده بيساوي خمسة ولا ده بيساوي تمنتاشر ولا ده بيساوي عشرين مفروض اننا هعمل هحسب كل واحدة بايه بالقالة لان ده اختر بالقالة حسبت ده بالقالة انت طلعت سبعة بس هو بيقول لي خمسة لا يبقى العبارة ده خطأ ما تنفعش حسبت دي بالقالة حطتها الآن طلعت لخمسةاشر لا ده بيقول لي عشرين لا ما تنفعش حسبت دي بالقالة الآن طلعت لتمنتاشر آه هي صحي كان ده اللي تنفع هي ده اللي هختار ده اللي بيطلع صح آلة الآن الحسبة طلعت لي واحد وتلاتين اختار اللي واحد وتلاتين بالقالة جماعة لان ده اختر بالقالة الحسبة طلعت لي تمانية يبقى الناتج تمانية أبالوز الثماني آلة حسبة يبقى الأكبر واختر آلة تابوا الباقي بص الخطوات هاي آخر بره خطواتنا تاني اللي بدأنا به نختم به خطوات إجراء العمليات واحد نجري العمليات من الداخل للخارج في الأقواس يعني نخلص الأقواس اللي جوه وبعد نخلص اللي بره الأسس تاني حاجة تابوا تضربه الاسمه تالت حاجة بس من اللي من الشمال اللي قابلك ناحية اللي منت خلصه وبعد كده من ناحية الشمال لغات لما يخلص بس كل واحد في خطوة يبقى إذن الأقواس من الداخل لو كان فيه أقواس مرتين أخلصهم مع بعض خلصهم مع بعض تاني حاجة الأقواس الكبيرة خلصناه يعني ايه من خلص من خلص اللي جواها طب بعد كده الأسس خلصنا الأسس مع بعض بعد كده اتضربه اسمه أمشي بصباح كده اللي بيعملني في اليمين خلصه الأول وبعد كده الجامعة وطرح كله بالآلة مش حتى حتى لأكل الجامعة وطرح يعني لو مسألة كلها جامعة وطرح لو كانت المسألة اتنين زائد ثلاثة نقص الخمسة نقص أربعة زائد سبعة الآلة حسبا من أولة لأخيرة بالآلة طلب كله جامعة وطرح بالآلة وبعد نتأكد بالآلة إذن خطوات مرة تانية خطوات إجراء العمليات نجري العمليات في الأقواس من الداخل للخارج الأسس ضربه اسمه من الميل للشمال جامعوا طرح بالآلة اتأكد بالآلة إذن إن شاء الرحمن حجيلي يوم السبت يعني ده هتاخدوا المجمع زي ما احنا عارفين يوم السبت حجيلي بإذن الرحمن هتيجي تقول لي مستر أنا تمام في تتابع العمليات ليه لأن لو أنا رجعت لأمثلة وبسرعة أي مثال أي مثال نبدأ حتى بأول مثال انت خدته معي وانت تتابع العمليات بص حاجة زي كده أنا قلت لك أول حاجة فيه أكواس أه فيه أكواس من الداخل تخلص وتخلص تخلص ازاي مش كلها بالآلة الجواه 5 أو 6 و 17 و بعد كده ده قبلني أسس مفيش ضربه إذا ما يمش الشمال خلصت. اذا اخر مرة خطواتي. تتابعوا العمليات لو اختر الا حسبة. فورا. لو سؤال مقاله بيجي لي السؤال مقالي اوجد عمليات. واحد اخلص الاقواص من داخل الخارج. اتنين اخلص الاسس. تلاتة اخلص عملية الضرب والاسمها من ايه من الشمال. اخر حاجة جمعوا طرح بالالة وتأكد بالالة. اه حبيبي طبعا احنا اه محترمين في كل اللي فات واحنا عاوزين ننجز ده. لان الحصة اللي جاء بتاعت يوم السبت ان شاء الرحمن بعد ما تاخد ده يبقى بكرة تاني يوم حيبقى فيه احتمال نخلص الاحتمال بازد الرحمن. ارجو ان الناس المحترمة تأكد على الخطوات كويس قوي قبل اي حاجة تسمع الخطوات سمعها مرة واتنين وتلاتة وتجي لبكرة ان شاء الله يوم السبت حسمعها لك اول ما تدخل. اول ما حتدخل ان شاء الله الرحمن حسمع لك خطواتك. خطواتنا حسمعها قبل ما نعمل اي مسألة. خلاص? ارجو ان الناس المحترمة ما تسمع اللي انا قلت ده. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة